الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبيانا محمد صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نشرح المحاضرة الثانية في مادة النساء بعنوان من استيرال سايكل بس طبعا من جبل ده كله هنحل أسئلة على المحاضرة اللي فاتت ولو ما كنت استمعت المحاضرة اللي فاتت اللي هي بعنوان في ميل البردكتف سيستم يا بيت تروح تسمعها اللول بعد كتسمع المحاضرة دي بس هالو رقم 14 بيقول لي حاجة معروفة بالبيرث كانت حاجة معروفة بقانات الولادة دي طبعا بتطلق عليه بتطلق على الفاجينة طبعا خدنا المحاضرة اللي فاتت وقولنا ليه طيب في السؤال رقم 15 بيقول لك ده طبعا الأوفري معروف فهتبقى الإجابة رقم 1 بعد كده في السؤال رقم 16 بيقول لك يعني بيقول لك عايز اسم آآ او الخلية الجنسية الانصورية الصورية والتي تتحد مع الحيوانات المنوية الزكريه عشان تشكل ليه عشان تشكل لي الزكريه ده طبعا نسمي ايه هنسميه الاوفرام تمام اوفرام فاتبقى الإجابة التانية بعد كده في السؤال رقم 17 بيقول لك على طول ابيب شابد ده على طول ايه معروف انه اليوترس اللي هو الرحم يعني الرحم بيبقى على شكل ايه على شكل كمسة بعد كده في السؤال رقم 18 انا سيقول لك انت حلو في الايه اكتب لي الاجابة بتاعته في التعليجات المحاضرة التانية نسا منسترول سايكل في اللول عايز اكتغرف الفرج بين كلمتين بين منستروليشن وفيميل ربوداكتف سايكل يبقى انا عايز اكتغرف الفرج بين المنستروليشن وفيميل ربوداكتف سايكل وايه هي الاعمة تمام طبعا الاعمة في ميل ربوداكتف سايكل هي الاعمة من ايه اعمة من المنستروليشن تمام ليه طيب لان بيحصل فيها طبعا بيحصل تغيرات منتظمة ومتكررة تمام تمام طيب المنستروليشن دي بستخدمها في ايه المنستروليشن او البلد بنستخدمه في العملي عشان دي الحقيقة الوحيدة اللي بتبقى سايت بتبقى مرئية تمام اللي انا اقدر اقيمها واشوفها تمام يبقى تاني ايه الفرج بين المنستروليشن والفيميل ربوداكتف سايكل وايه هي الاعمة الاعمة في ميل ربوداكتف سايكل تمام طيب المنستروليشن او البلد ده بنستخدمه في مصطلح بنستخدمه في العملي عشان دي الحاجة الوحيدة السايت المرئية اللي انا اقدر اقيمها واشوفها تمام طيب يعني ايه في ميل ربوداكتف سايكل في ميل ربوداكتف سايكل يعني او معناها ان بيحصل بعض الريجولار زي ما كاتب لي يعني بيحصل تغيرات متكررة ومتجددة يعني بتحصل كل شهر في نفس الموعد وريجولار منتظمة تمام تمام طيب التغيرات اللي بتحصل دي اه التغيرات دي بتحصل على مستوى ايه بتحصل على مستوى الهايبوثالمس ده اول حاجة الهايبوثالمس ده طبعا اه هو المايسترو اللي بيتحكم وينظم كل الهرمونات بتاعة الجسم وتحت الهايبوثالمس اه بعدي بشوية كده في ايه في الغدة النخمية ودي برضو ايه بتدخل في الموضوع تمام وعلى مستوى طبعا الاوفاري اللي هو المبيض وطبعا كل الهدف من الريوداكتف سيستم اصلا او التغيرات اللي بتحصل ان يحصل في الاخر ايه يحصل في الاخر بريجنانسي او حمل تمام هنا باجه عايزك تعرف الفرج بين مصطلحين اول مصطلح هيسميها مينار المينار ده هي اول مرة تيجي الاستقناءة للبينت هنسميها ايه هنسميها مينار تمام ده بيقولك انه first ministration بيحصل امتى من 10 السن من 10 ال 16 تمام المتوسط 12 سنة تمام طيب ده ايه ده المينار قلنا ده اول مرة تيجي الاستقناءة للبينت هنسميها ايه مينار تمام طيب في حاجة اسمه ميني بوز الميني بوز ده من سميب العربي سن اليأس وبيحصل في الوقت ده توقف في الطمس او انقطاع الطمس تمام طبعا بيبقى من 45 ل 55 سنة يعني مغصة 51 سنة طيب ايه هي الاعضاء او الحاجات اللي بتجوم معايا بادوار في الميستيرال سايكل اربع حاجات معايا الهايبوسالمس والبتريتوري جلاند بالترتيب والاوري والاندومترام يبقى اربع حاجات تمام الاندومترام طبعا اللي هي ابطانة الرحم طيب هنحكي قصة صغيرة هتفهمنا الميستيرال سايكل تمام بس يا ريت تركزلي على الرسمة القصة كلها موجودة على الرسمة اللي ايه لما وسله قدامك الوقت تمام تمام اول حاجة قلناها ان الاستروجين بيجل واول ما يجل البرين بيروح يجري يقول للهايبوسالمس الحق ده الاستروجين جل مش ده وظيفتك ما ليش دعو هي المسؤولة هيبدأ بعد كده الهايبوسالمس يعمل ايه يبعت لي هرمون اسمه ايه اسمه جنادوتروفين الهرمون ده يعمل ايه هيروح للبيوتوتر جلاند عشان يصحي تمام طيب بعد ما يصحي وتحديدا الانتيريو تمام اللي هو الفصل الفصل الامامي من الغدة النخمية هو اللي بيفرز لي ايه الال اتش والافرس اتش تمام يبا هيروح بجا الانتيريو اه بتيوتر جلاند هتقول الايه للأوفري هتقول ان الاوفري هو المسؤول عن ايه عن افراز الاستروجين تمام انا هبعت له هرمونات من عندي تحفز افراز الايه الاستروجين لان الاوفري هو المسؤول عن ايه افراز الاستروجين طيب هتبعت البيوتوتر جلاند او الانتيريو بتيوتر جلاند تمام هتبعت للأوفري للأوفري تمام هرمونين عشان الاوري هي المسؤول عن نفراز الايه استروجين تمام ايه هما الهرمونين اللي هيبعتهم البيتوتريجلاند للاوري اتنين ال FSH وال LH ال FSH ده اللي هو اختصار فوليكل استيميولاتينج هرمون تمام تمام معناه ايه هو هرمون بيروح يكبر للفوليكل بيكبر للبويضة تمام اللي هي البيضات الصغيرة اللي موجودة في الايه في الاوري تمام عشان يطلع استروجين بكميات كبيرة وكل ما المبيضات اللي في الاوري تكبر كل ما هيطلع للاستروجين بكميات اكبر طيب ال LH وظيفته ايه قبل ما نقول موظيفته ال LH عايزك باب بدو ايه نرجع القصة تاني من الاول هنعيد القصة تاني من الاول اول حاجة قلناها ان الاستروجين بيجل تمام طبعا الرسمة مرسومة قدامك هي دي الرسمة اللي فيها الخلاصة القصة دي كلها في الرسمة دي اللي قدامه تمام اول حاجة قلناها ان الاستروجين بيجل واول ما يجل البرين بيروح يجر يقول له الحك ده الاستروجين جل مش ده وظيفتك مش انت اللي بتنظمني الهرمونات يقول له انا مليش دعوة البيتويتوريجلاند هي المسؤولة تمام هيبدأ بعد كده هايبو سلمس يعمل ايه يبعث لي هرمون يصحي لي البيتويتوريجلاند تمام اسمه ايه الهرمون ده اسمه جوناتو تروفين تمام هيطلع منها هيطلع من هايبو سلمس هيروح فين هيروح للبيتويتوريجلاند او هيروح بتحديدا للايه للانتيريور بيتويتوريجلاند اللي هو الفصل الامامي من الغدة النخمية تمام طيب الانتيريور بيتويتوريجلاند هيعمل ايه هيقول له هيقول ان الاوفري هو المسؤول عن افراز الاستروجين انا هعمل ايه بس انا هبعث له هرمونات من عندي عشان تحفز افراز الاستروجين طيب ايه هم الهرمونين اللي أبعتهم ليه الأوفري اتنين قولنا هرمون الـ FSH وقولنا شرح بالتفصيل تمام طيب الـ LH هناخد شرح بالتفصيل الوقتي وظيفة الـ LH الهرمون ده بيعمل ايه الهرمون ده لما البوايضة بتكبر خالص تحت تأثير الـ FSH بيبجأ حواليها غشاء تمام فتبدأ تطلع من الغشاء ده وتطلع البوايضة المتيور الكبيرة النضيجة والباري منها ايه والباري منها ده اسمه ايه اسمه كاربوس ليتيام تمام والباري منها هنسميه ايه هنسميه كاربوس ليتيام اللي هو الجسم الاصفر والجسم الاصفر بعد كده بيقع ليفرز استروجين وبروجستر تمام يبقى تاني وظيفة الـ LH لما البوايضة بتكبر خالص تحت تأثير الـ FSH زي ما قلنا ان الـ FSH وظيفته ايه انه هو بيروح يكبر للفوليكل تمام اللي هي البوايضات الصغيرة اللي موجودة فين اللي موجودة في الأوفر عشان يطلع الاستروجين بكيمات كبيرة كلما البوايضات اللي في الأوفر تكبر كلما يطلع الاستروجين بكميات اكبر تمام طيب لما البوايضة تكبر خالص تحت تأثير الـ FSH بيبقى حواليها غشاء تمام فهتبدأ تطلع من الغشاء ده وتطلع البوايضة الماتيور الكبيرة النضيجة والباقي منها ده هنسميه ايه هنسميه كربوس ليوتيام اللي هو الجسم الأصفر والجسم الأصفر بعد كده بيقعد يفز استروجين وبروجستروم تمام طيب وظيفة الـ LH تحديدا من الآخر هو سطر واحد ربشر افزة ماتيور فوليكل تو ريليز أوفرم يعني هتمزق لي تمام عشان أحرر البوايضة زي ما قلنا ان بيبقى فيه حواليها غشاء فيا بتمزق لي الغشاء ده تمام عشان تبدأ تطلع من ايه عشان تبدأ تطلع البوايضة النضيجة من ايه من الغشاء ده وتطلع البوايضة الماتيور الكبيرة النضيجة والباقي منها ده هنسميه ايه تربوس لطيام. هنا بيقول لي ان اول ما الفيميل بتتولد بيبقى عندها اتنين مليون. هي اسمها بريمورديال فوليكلز اللي هي بريضات غير ناضجة. يبقى اول ما الفيميل بتتولد بيبقى عندها اتنين مليون من البيضات غير الناضجة. تمام. بيبقوا موجودين فين? في الاوفري. لكن عند البلوغ كام واحدة بس بتكبر معي بيكبر معي تلتمية الف. تمام? واحد هيسأله يقول يعني البنت دي من ساعة ما بيحصل لها بلوغ لغاية الميني بوز لغاية سن اليأس بيحصل لها سايكل تلتمية الف من سايكل? لا. كل مرة بيطلع عندي بريضة ناضجة بيطلع غصوتها ايه? بيطلع غصوتها الف. تمام? يبقى كل مرة بيطلع عندي بريضة ناضجة بيطلع غصوتها الف. يعني في كل شهر بيطلع الف فوليكل بيطلع قصادها واحدة بس واحدة بس هي اللي بيحصل لها ايه ماتيوريشن تمام يعني واحدة بس منهم هي اللي بيحصل لها ماتيوريشن نضوج تمام والالف اللي باجيين بيحصل لهم ايه بيحصل لهم دي جينيريشن يعني بيحصل لهم من حلال تمام ومش بنستخدمهم في اي من الستورال سايكل تاني طيب بعد اللي احنا قلنا ده كله السؤال ممكن يجي ازاي طبعا ممكن اسألك يقول لك الجناتو مثلا تروفين ده بيفرز منين هتقول له طبعا من الهايبرثالمس ممكن يجي يسألك يقول لك الاوفري او المسؤول ايه هو المسؤول عن الفرز الاستروجين في الجسم هتقول له الاوفري بس بفضل ملحوظة ان الحد الوقت يعرفنا ان الاستروجين بيتفز من الايه من الاوفري تمام بس بعد كده هنتكلع مع الحلاج تاني بتطلعنا ايه بتطلع لنا استروجين تمام تمام ممكن يسألك يقول لك اللي بيفرزوا منين بيفرزوا من الانتيريور بتيوتري جلاند تمام من الفصل الامامي من الغدة انه خامية تمام ده الاسئلة اللي ممكن يسألك فيها هنتكلم هنا عن المنسترول سايكل من منظور الاوفري اول حاجة بيقول لي ان هي بتتكون من ثلاث حاجات او ثلاث مراحل اول مفحلة معي هنسميها فوليكلر فيز مدتها كام من واحد لثلاثتاشر يوم تمام ذا بري مورديل فوليكلز بريزنت ان زا اوفري بيفور بوبيريتي بيبقى كام عددهم تلتمية الف طبعا زي ما قلنا ان اول من الفلين بتتولد بيبقى عندها كام بيبقى عندها اتنين مليون من البريزات غير الناضجة تمام بيبقى موجودين في في الاوفري تمام لكن عند البوبيريتي لما يحصل بلوغ وكده كام واحدة بس بتكبر معي تلتمية الف ده اللي احنا جايلينه لغاية الوقت تمام استطرد تجروه under the effect of FSH تمام بيقول لك ان واحدة منهم تمام هتبدأ تكبر تحت تأثير ال FSH اول مواحدة كبيرة توصل ماتيور تمام هنسميها جرافيان فوليكل هنسميها ايه جرافيان فوليكل اللي هي البويضة السائدة اللي هي بتطلع الاستروجين بكميات ايه بكميات كبيرة تمام طيب المرحلة دي قلنا بتبدأ من اي يوم من اليوم الاول من first day with the first day of menstruation and in this about 14 day تمام تمام يعني بيقول لك انها بتبدأ من اليوم الاول المرحلة دية وتنتهي بتبدأ من اليوم الاول من المنستروجين تمام وبتمتهي امتى بعد حوالي 13 يوم او 14 يوم بعد كده تاني مرحلة معايا هنسميها اوفيوليشن فيز اللي هي مرحلة التبويض طبعا المرحلة دية تمام اوفيوليشن ازا اوتورد يعني بيحصل زي طرد خارجي وكده للايه للماتيور وفام للبويضة النضيجة تمام منين من رابشارد جرافيان فوليكل يعني ايه يعني احنا قلنا ان الجرافيان فوليكل بيباحوزة وليها غشاء تمام فالغشاء ده بيبدأ يحصل له رابشار تمام فبيبدأ تطلع ايه الماتيور اوفم تمام طيب لما تطلع الماتيور اوفم هتطلع اه طبعا هيحصل لها رابشار جرافيان فوليكل فين انتو بريتينيال كافيتي تمام يعني بعد كده هيتم التقاطها من قبل نهاية ايه من قبل نهاية قناة فالوب تمام طيب ده بيحدث امتى الاول مرحلة دي بيتحدث امتى اتأكب اباوت في اليوم الايه في اليوم الاربعتاشر من المنسترال سايكل بعد كده المرحلة التالتة معايا اللي هي اليوتيال فيز فورميشن اوف زا كاربس اليوتيال دي المرحلة بيحصل فيها ايه تكوين الجسم الايه الاصفر طبعا احنا قلنا ان لما البوايضة بتكبر خالص تحت تأسير الف اس اتش بيبجح عليها رشاء فهتبدأ تطلع من الرشاء ده وتطلع البوايضة الماتيور تمام والباقي منها ده هنسميه هنسميه كاربس اليوتيام او الجسم الاصفر تمام ده طبعا الجسم الاصفر بيقعد يفرز في استروجين وبروجسترون تمام طيب اه هنا بيقول لي ايه بيقول لي انجرافيان فوليكل افطر رابشار بعد ما يحصل لها رابشار هتكون لي ايه هتكون لي كاربس اليوتيام اللي هو الجسم الاصفر زي ما قلنا تمام بيقول لي ان الجسم الاصفر ده سيكريت استروجين اند بروجسترون هيبدأ يفرز لي استروجين وبروجسترون تمام يعني تحت تحكم تمام تحت تحكم ايه اللي اتش طبعا عارفينه تمام طب ايه هو اللي تي اتش ده هرمون البرولاكتين تمام اول احتمال معي اذا لم يحدث حمل if pregnancy doesn't occur يعني لو الحمل ما حصلش تمام فان الجسم الاصفر اللي هو كاربس اليوتيام تمام هيحصل له ايه هيحصل له دي جينيريت هيحصل له تحلل في اليوم الايه من اليوم 22 ل24 في الفترة دي هيحصل له ايه تحلل تمام بيقول لك ان وبالتالي هتوقف ايه افراز هرمون الاستروجين وبروجسترون تمام ويؤدي ذلك الى ايه ويؤدي ذلك الى ان اندومترام هيحصل له شيدنج تمام هيحصل شيدنج للاندومترام لبطانة الرحم تمام then other message is sent to the hyposalamus بس وبعد كده هيحصل ايه بجا؟ هيبدأ يتبعت رسالة تاني لإيه؟ ليه الhyposalamus ان خلاص الاستروجين جل تمام تمام طيب اه اف بعد كده عندي احتمال تاني تمام تمام الاحتمال التاني لو حصل حمل لغاية الشهر الرابع من الحمل يعني يا عم لو حصل حمل الجسم الاصفر يستمر في التطور وكده والعمل حتى الشهر الايه عشان هيفرز استروجين وبروجسترون تمام هيقعد يشتغل تمام لغاية الشهر الرابع من الايه من الحمل تمام takes it is function هتبدأ بجاة تاخد ايه البلاسينتا تقول له خلاص كده اللي هي المشيمة تمام هتقول له خلاص كده ناخده الوظيفة دي تمام هتاخده الوظيفة والايه with the ovary will not select another follicle for rebeening and no minsterual cycle will occur يعني بس كده وبعد كده في الفترة الحملة طبعا مش يحصل ايه مش يحصل اي منسترول سايكل تاني في الايه في الفترة دي تعالى نقول خلاصة الكلام اللي احنا لسه جايليونو اول حاجة ان البويضات الصغيرة دي بتكبر تحت تأثير ال FSH واول ما تطلع البويضة الكبيرة المتيور يحصل لها ايه يحصل لها حيا اسمها ربشر ويتكون لها حيا اسمها كربوس ليوتيم اللي هو الجسم الاصفر طيب يعني ايه يحصل لها ربشر يحصل لها ربشر يعني البويضة بتتحرر من الجسم الاصفر تمام ومنسام المرحلة دي مرحلة الايه التبويض يعني خروج البويضة تمام طيب في اليوم اللي اربعة طرشة بتتحرر البويضة من الجسم الاصفر واخر مرحلة اللي هي اللي يتيجل الفيز اللي هي مرحلة تكوين الجسم الايه الجسم الاصفر اول حاجة هتيجي المريضة المستشفى هتقول انا عندي بليدنج يعني بتبدأ من نزول ايه بتبدأ من نزول الايه المستيرول فولو يعني من نزول الدورة الشهرية احنا قلنا اول حاجة ان الاستروجين بيبقى جليل تمام عشان حصل ايه شيدنج لبطانة الرحم يبقى لما قلنا اول حاجة ان الاستروجين جليل عشان حصل ايه عشان حصل شيدنج لبطانة الرحم يعني بطانة الرحم بتنزل بتنزل ويبدأ ينزل معها ايه ويبدأ ينزل معها الكربس ليوتيرم اللي هو الجسم الاصفر اللي كان بيطلع للاستروجين والبروجسترون وبكده نسبة الاستروجين حصل له ايه جلت فكده هيبدأ يتبعت رسالة بفضل الهايبوسالمس ان الاستروجين جليل وتبدأ تحصل نفس الايه القصة اللي لسه ينينها من شوية طيب تعالى نقول طبقات الايدومترام اول طبقة معايا الطبقة السطحية اللي هي سوبرفاشيال بعد كده المتوسطة اللي هي الميدل بعد كده تالت طبقة معايا اللي هي ايه هيسمها بيزل تمام بيزل طيب عندي الطبقة واحد واثنين اللي هي سوبرفاشيال والميدل هما اللي بيحصل له مشيدنج يعني بتتجلب وبتنزل على هيئة ايه بلد تاني يبقى الطبقة الاولى سوبرفاشيال والميدل هما اللي بيحصل له مشيدنج يعني اللي بتتجلب وبتنزل ايه وبتنزل على هيئة ايه بلد طيب اخر طبقة اللي هي البيزل البيزل دي استحالة تنزل تمام دي ايه بتفضل موجودة في الرحم عشان تبنيلي ايه تبنيلي بتنزل الرحم تاني هنتكلم هنا عن الاندومترال سايكل في ثلاث مراحل اول مرحلة زي من استيروس فيز هي مرحلة بيحصل فيها ايه بيحصل فيها سوبرفاشيال تمام يبقى دي مرحلة بيحصل فيها ايه شيدنج او سوبرفاشيال اللي هي الطبقة الايه السطحية من ايه من ال ايدومترال زي ما ايه زي ما قولنا طيب المرحلة دي بيقول لي ايه هنا بيقول لي ان فترتها من واحد الى ثمانتيام من الثمانية عشرين بيقول لك ان زي منسترول فيز ديستركتيف فيز يعني بيسميها مرحلة التدمير ليه لان بيحصل فيها شيدنج او سوبرفاشيال طيب اه ديورينج ويتش زا سوبرفاشيال فانكشنال اه لوير اوف زا اندومترام سيبريت ليفنج ايه زا بيزل اه لوير فروم ايه ويتش ري جنراشن اوف زا اندومترام ستارتس يعني اه الشيدنج بيحصل لها ايه بيحصل لها شيدنج او سيبريت بيبدأ تنزل خلاص تمام هيتبجلي طبقة تاني اسمها بيزل بيزل دي بتعمل ايه الطبقة دي هي اللي بيبدأ منها تجدد بطرانة الرحم بيبدأ منها تجدد بطرانة الرحم بيبدأ منها تجدد بطرانة الرحم زي ما قلنا احنا قلنا ان الطبقة الثالثة دي اللي هي الطبقة اللي بتتبجة دي دي استحالة تنزل تمام بتفضل موجودة في الرحم عشان تبنيني بتونط الرحم تاني بعد كده بيقولي ان بيحصل دي جيني ريشن اوف زا كاربوس ليتريم ليتستو شارب دروب اوف استروجين اند بروجسترون يعني بيقولك ان بيحصل دي جيني ريشن للجسم الاصفر بيؤدي الى ايه بيؤدي لنقص حد في ايه في الاستروجين وبروجسترون قلنا ان ايه ان الجسم الاصفر بيبدأ ينزل مع ايه بتونط الرحم عالي تمام فبالتأكيد هيحصل ايه هيحصل نقص او انخفاض في ايه في هرمون الاستروجين وبروجسترون ثانية مرحلة معايا اللي هي برو لايف ريتف فيز اللي هي مرحلة البناء بتحصل من نهاية بتحصل امتى بتحصل من نهاية البليدنج الى الافيوليشن او الى مرحلة التبويض طيب خلاصة الكلام في ايه ان هرمون الاستروجين ده هو اللي بيساعد ان بتونط الرحم تتبني تاني تاني خلاصة الكلام هنا ايه ان هرمون الاستروجين هو اللي بيساعد ان بتونط الرحم تتبني تاني طيب بيقولي هنا بيقولي ان هي بتحصل برضو من نهاية البليدنج الى الافيوليشن تمام ايه تاني بيقولي ان بيحصل طريرات بسبب الاستروجين اه النتج عن ايه عن نمو الوفوريان فوليكول تمام بيقولي ان السمك بتاع الاندوميترال السكنس بتاحه السمك بتاحه هيبقى ايه من ا3 ال4 ملي تمام نحفظ برضو السمك بتاحه في المرحلة دي بيبقى كم بعد كده تالت مرحلة معي اللي هي ازا سيكريتوري فيز ده المرحلة اللي الاندومتران بيبجى فيها جلاندس ووضت كتير جدا هتغزي الجنين اللي ايه اللي جاي طيب بيقول لي بيقول لي ان هي بتبدأ مع ايه مع الاوروليوليشن واندس ويز منسترويشن و بتنتهي مع الايه مع المنسترويشن طيب السمك بيبقى كام السمك بيبقى من 6 ل 8 في المرحلة دي ده ايه المهم عندي المهم بعد كده مثلا طبعا بيقول لك الطبقات عرفنا ان ايه سوبرفيشيال وبعد كده ميدل وبعد كده بيزل طبعا زي ما قلنا من شوية هنتكلم بعد كده عن سيرفيكال ميوكس اللي هو مخاط عنق الرحم هو سائل يمتجه عنق الرحم ويخرج منه يعني يخرج من ايه هيخرج من حيث ماذا اوبنينج أو تو يوترس يعني يخرج من فتحة الرحم بيقول لي ان تتسبب الهرمونات في تغير مخاط عنق الرحم من حيث الملمس والحجم واللون طوال الدارة الشرية ويمكن استخدمه لتحديد ايه ويمكن استخدمه لتحديد مدى الخصومة طيب هنجسم السيرفيكال ميوكس ده في فترتين تمام اول فترة اللي هي في النصف الاول من الدارة تاني فترة في النصف الثاني من الدارة اول حقيقة في النصف الاول من الضبرة اللي هو in the first half of the cycle under the effect of estrogen يعني بيقولك في النصف الاول من الضبرة تحت تأسير هرمون الاستروجين بيصهر مخاط اللي ايه عنوك الرحم ده less beside اقل اللزوجة تمام و more profuse يعني اقصر افراط او اقصر وفرة او اقصر غزارة تمام تمام طيب في النصف الثاني in the second half في النصف الثاني برضو تحت تأسير البروجسترون والاستروجين زيصارفكس موكس هيظهر ايه هيظهر مور فسايد هيظهر اكصر لزوجة تمام يبقى كده عرفنا انه في النصف الاول بيبقى ليس فسايد وفي النصف الثاني بيبقى مور فسايد هلنتكلم بعد كده عن متلازمة اللي هي pre-ministerial syndrome اول حاجة ايه سبب حدوث المتلازمة ديه قد يكون السبب هو التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية ده اول حاجة تمام يبقى سببها ايه سببها التغيرات الهرمونية بتحصل خلال ايه الدورة الشهرية طيب بتشمل المتلازمة ديه مجموعة متنوعة من العلامات والاعراض بما فيها تقالبات مزاجية وارهاق واكتئاب وايه ورستبين وحياة تانية كتير المهم هنا بيقول لك ان البي ام ايس تمام اختصار بمسترول syndrome تمام بيقول لك ان هي بتظهر الاعراض مع مجموعة واسعة من الاعراض تمام بتبقى فيزيكال جسدية او بهيفيور سلوكية او كلاهما او الاتنين تمام طبعا هناخدوا الاعراض الوقتي وهقول لك ايه شوة اعراض ايه عنه المهم بيقول لك بتظهر الفترة ديه جبل ست من ستة لتمنت ايام جبل ايه جبل المتلازمة ديه بعد كده الاعراض اللي قلناها طبعا قلنا اعراض تقالبات مزاجية ارهاق طبعا هو كتب لك اعراض كتيبة هنا ارهاق اكتئاب برستبين وحالات تنية كتير فاخر المحاضرة دي هيكلمني عن تدبير او نصايح في حالات ايه في حالات البريمنسترول سندروم اول نصايح بيتكلمك عن نظام الغذائي الديت بيقول لك ان انت تجلل مادة القفين اللي موجودة في الجهوة وتجلل طبعا التي الشاي او الشغرات والحالات ديه يعني هتجلل السكرات البسيطة اللي موجودة في الايه في الحالوة او في الكيك او الحالات ديه هتجلل الملح وهتجلل الفاست فود تمام الاكلة المنبرة والحالات ازاي كده هتشرب طبعا درينك تشرب كل يوم اتنين لتر ايه مية هتاكل 6 وجبات تمام هتاكل 6 6 small meals عشان تعمل ايه عشان تنظم او تثبت مستوى الجيلوكوس في الدم يبقى تتناول 6 وجبات صغيرة عشان تثبت مستوى ايه الجيلوكوس في الدم طيب من منظور من منظور التمرين التمرين هتكون بحياة اسمها ايه حياة اسمها ايروبك حياة زي الماشي او الماشي السريع او ايه تاني تعملوا يعني عدة مرات في الاسبوع تمام تقرأ يعني تمشي كتير في الاسبوع وكده تحدد موعد للتمرين في الصباح الباكر تمام early morning or early afternoon يعني هيكلمك مثلا عن حياة زي ايه هتعالج الاجهاد يعني مثلا هتعمل relaxation technique مساج والحياة الايه والحمامات الدافية والحياة زي كده ايه تاني sleep and rest النوم والراحة تحفظ على جدول نوم منتظم تمام هتعمل جدول نوم منتظم تشرب كاس حليب drink glass of milk جاب للايه جاب للايه جاب للايه جاب للنوم تمام تمنح نفس الوقت هادئ اللي تفتح قبل ان تخله للنوم ويه تاني ويه اه طبعا هيدك بعد كده ايه زي حاجات اه او تدبير للنظافة اثناء لايه اثناء او اه اثناء ايوة المنستر ريشن تمام طبعا الاستحمام على جل على جل مرة واحدة في اليوم تمام اه at least once a day يعني على جل مرة واحدة في اليوم تستعمل سيب نضيفة طبعا اه تغير الفوتر مش عارف اه تخسل طبعا اله روش زي جيناتاليا اريا تمام وزب لين اه وطر بدون ايه بين قصين نسوب يعني بدون صابون بتستخدمش صابون هي ميا بس بعد ايه بعد كل اه تمام اه خمسة بيقول لك تمام من منطقة تببها ايه تاني رقم ستة بيكلمك عن من المهم ان احنا نتذكر ان ايه ان تبقى الفجينا اه تمام ولا ينبغي استخدام ايه اي اه مزيل رائح او ايه او صابون تمام زي ما قلنا وبكده خلصت محاضرة اه منستيرول سايكل ونخش على المحاضرة اللي بعدها هنتكلم بعد كده عن تاني محاضرة معنا النهاردة وهي محاضرة اللي هو الايه الاخصاب او التلقيح بيقول لي ان ده يعني ده اتحاد اتحاد ايه عم اتحاد اللي هي بويضة ناضجة تمام مع مع حيوانات منوية برضو ايه بيقول لي انه ده برضو بنسميها برضو احنا كنا بنسميها الامشاج او الخلاج جرسومية جرم سيلز او الامشاج بيقول لك اه ان زيونيون اللي اتحاد ده بتاع الاسبير والآآ هينتج لي في الاخر? هينتج لي زاجوت. يبا تاني. احنا طبعا فاكرين لما حصل ربشر للايه? للجرافيان آآ للجرافيان فوليكل. تمام? واول ما البوايدة تخرج وتتحرر من جرافيان آآ فوليكل. هتلتقطها اهداف قناة فالوب عشان تدخلها اللي ايه? عشان تدخلها آآ فيليوترس. تمام? اهداف قناة آآ فالوب اللي احنا ما نسميها ايه? تمام? دي اهداف قناة فالوب اللي تلتقط ايه? البوايدة. لما تخرج منين او تتحرر من الجرافيان فوليكل. عشان تعمل ايه? عشان ندخلها بعد كده في الايه? في اليوترس. عشان يحصل لها ايه? تمام تمام. في رقم واحد بيقول لي يعني الاخصاب زي ما قولنا يعني عشان يحصل او لازم يبقى ايه? موجود عندي حاشتين. موجود عندي وماتيور زي ما قولنا. تمام? بعد كده رقم اتنين بيقول لك ان عادة ما يكون الايه? آآ في الايه? بيحدث في الايه في الانبولة او في زي تيوب. منطقة اسمها الانبولة في الايه? في الفالوبيان تيوب. مش عارف ايه الانبولة دي بابا انت ما سمعتش المحاضرة اللي فاتت. تمام? تمام. طيب بيقول لك آآ طبعا الفالوبيان تيوب دي لها اسم تاني آآ كلمة ضقت. تمام برضو يعني ايه? يعني امبوب او تيوب. تمام? عشان لو جاب لك ايه? مصطلح تاني لها. تمام. فقم تلاتة بيقول لك ان يعني الكلام ده. يعني من المرجح ان يحدث امت طبعا عندما يحدث ايه? يعني يحدث ايه? تمام? في وقت ايه? في الوقت يعني وقت طبعا خدنا احنا المراحل خلاص في الايه? في المنستر والسايكل قولنا الايه? المرحلة يعني مرحلة اختصار دي هخروج ايه? آآ الوقت بيخش فيه البوايضة الايه? المتيور. تمام? في رقم اربع بيقول لك زا سكس اوف زا امبروي آآ از ديترمايند ات فرتليزيشن. يعني بيقول لك ان يتم تحديد جنس الجنين عند الفرتليزيشن. آآ اف زا اوفم از فرتليزة بوايضة سبيرم وز ايه? يعني لو تم تخصيب البوايضة دية بايه? بواسطة آآ سبيرم عنده ايه? آآ او بيحتوي ايه? بيحتوي على كروموسوم اكس. تمام? هيحصل ايه? هينتج لكده ايه? هينتج في ميل فيتس. هينتج آآ جنين زاكر. تمام? طيب بيقول لك ان لو ايه بقى? لو آآ حصل آآ باط اف زا اوفم از فرتليزة باي ايه? باي واي كروموسوم. هينتج لبقى ايه? هينتج لانسة في آآ ميل فيتس. تمام? هينتج لجنين انسة. بعد كده هيكلمني عن الكاركتوريستيكس اللي هي ايه? الخصاص بتاعت الماتيور اوفم. او بين قصين بيقول لك ساكندري وسايت اللي هي الخلية البيضية السانوية تمام? اول حقت بيقول لك فرقم واحد ايه? بيقول لك فرقم واحد ان القطر الطبيعي للماتيور اوفم تمام? البقى يبقى بيبقى 15 من 100 ملي متر. ده ايه? ده القطر الطبيعي البقى للبويدة ايه? النضجة. تمام. رقم اتنين بيقول لك اللي هي ايه? العمر بتاع اللي لازم يبقى ايه? من اربعة عشرين لتمانية واربعين ساعة. بعد كده اه رقم تلاتة تمام? يعني بيتكون من ايه? من طبقتين. تمام? حيسمك اه كورونا راديات. تمام? وزونا بليسوريد. تمام? طبعا مكتوبين قدامك في الرسمة ونفسهمين. تمام? اول حياة طبعا اه بيقول لك ادي موجود طبعا ان يكلس النواة سيتو بلازم. غشاء اللي هو كورونا راديات. زونا بلوسيدة دي دي عبارة عن مصفوفة متخصصة خارج. الخلية تحيط بغشاء ايه? البلازم للبوايضة. بيقول لك برضو ان في حياة اسمها بيفيتلاين اسبيس اللي هي ايه? زي مساحة كده بين ايه? بين زونا بلوسيدة والايه? والسلميبرين. تمام? زي ما قولنا خسائص الماتيور 후�رم. هنقول برضو خسائص الماتيور اسبيرم. اول حاجة بيقول لك ان النورمة الامورنت بتبقى من 40 ل80 مليون. في الاية في الوان ميلي. يعني الوان ميلي من الاسبيرم o من السمن بيبب فيه كان بيبب فيه من 40 ل 80 مليون. تمام? طيب الامورنت كلها بتبقى كام? في كوتس. في الكوتس الامورنت بتاعت السمن بتبقى ايه? من 3 الخامسة ميلي? في الاية? طبعا في الكوتس. تمام? رقم اتنين. لايفس بين. من تبقى من تمانية واربعين ساعة ليه اتنين وسببين ساعة اللي هو الايه اه عمر الحيوانات الايه المنوية وكده. رقم تلاتة اه consistence of head. اه طبعا body and tail يعقى اه وزا head. اه نيكولس تمام. وسيتو بلازمو في ايه طبعا انزيم وكده. المهم يعني ان هو بيتكون طبعا اه اللي هو الاسبرم تمام? بيتكون من ايه? من هد. تمام? ويه اه طبعا زيل ويه نواء وسيتو بلازم والحادة دي كلها. اهم ما هي بفضل حقيقة عندها خدها ملحوظة. ال ايه? الهيالو يورنيز يتم اطلاقه. تمام? عند الوصول ال ال ايه البوايضة. ليه? لازالة حمض الهيالو يورنيز. تمام? من طبقة الخلالة المحيطة بالبوايضة. عشان يتم نتلوقه. امتى عند الوصول ال الى البوايضة. ليزالت ايه? ليزالت الطبقة بتايت حمض ال ايه? الهيالو يورنييز. تمام? المحيطة بال ايه? المحيطة بالبوايضة. عشان يسمح بمرور الحيوانات المنوية. تعالى انن جول شوية تسئلة عن الفورتاليز اوفم. بس يا ريت تعمل ايه? تكتبهم غيرها. تمام بيحصل اول الحياة بيحصل ده بيحصل فين؟ طبعا في تمام طيب ايه اللي هيحصل بعد ما يحصل هيحصل ان البوايضة هتفضل ماشية لغاية ما تروح تنغرس في بطرنت الرحم. تمام؟ البوايضة وهي ماشية هيحصل لها ايه هيحصل لها شوية هيحصل لها شوية انقسامات. تمام؟ يابقي ايضا يحصل فين؟ بيحصل في الفيروبيان تيوب ده والسؤال اتنين اه بفضل بعد بعد حدوث البويضة بيبقى اسمها ايه بيبقى اسمها زيجوت تمام طيب ازاي جوت ده هيحصل له ايه بعد كده هيحصل له انقسامات ميتوزية يعني البويضة بعد ما كانت نواة واحدة هتبقى ايه خليتين بعد كده تبقى افبع بعد كده تمانية بعد كده ستاشر بعد كده اتنين وتلاتين تمام طيب لما الفيرتليزات اوفم توصل للاتنين وتلاتين لما Teasle تلاتين متاعها تمام يوصل للالتلاتين خالية هسميها ايه هسميها موريولا تمام طيب هيسأل يقول لك الموريولا دي بتتكون من كم خليه هتقول له ثلاثلاثلون خالية تمام طيب والالتنين والالالالالالالالورباع والثمانية والالالالستاشر كلهم على بعضوا ما اسمهم ella كلهم على بعضوا ما اسمهم بلاستو ميرس يبقى ثاني أول ما الزيجود تمام يحصل لهم قسمات يوصل لغاية 32 هنسميه موريولا هنسميه موريولا تمام طيب لما انقسم 2 و 4 و 8 و 16 كلهم على بعضهم هنسميهم إيه هنسميهم بلاستوميرز تمام طيب الموريولا دي بتوصل الرحم بعد إيه بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الإخصاب تمام طيب الموريولا دي عبارة عن إيه عبارة عن غشاء مليان خلايا والخلايا اللي جوها عاوزة حاجة تغزيها طبعا فهنجيب لها إيه هنجيب لها شوية فليوودز من الرحم الفليوود دي هتزوج الخلايا على جنب هيبقى عندي إيه هيبقى عندي غشاء كده مليان إيه مليان مي بنسميه إيه بنسميه بلاستوسيست والبلاستوسيست ده هو ده الجنين خلاص اللي إيه اللي بيتغرس في إيه في الرحم يبقى ركز معي في الترتيب ده انا عايز بتحفظ الترتيب اول حاجة ازاي جود بيحصل له شوية انقزم القسمات الانقزم اتنين واربعة وثمانية وثلتراشر دولار هنسميه ايه بلاستوميرز بعد كده لما يوصل لاثنين وثلاثين خلية هنسمي ايه هنسميه هيسمها موريولا تمام بعد كده بلاستوسيست تمام بلاستوسيست انت تحفظ هيسألك مثلا ايه هو الترتيب الصح للأوفم هتقول له زاي جود بعد كده بلاستوميرز بعد كده موريولا بعد كده بلاستوسيست تمام ده ايه ده الترتيب الصح بتاعه طيب تعال هنجرى الكلام المكتوب طبعا احنا ايه قولنا لسه جاينيه بالعظم تمام هيقول لك طبعا اللي هي مرحلة الانغراص وكده وايه وتكوين المشيمة تمام بيقول لك هنزا اوفم هاز بين فرتريزت الاول ما يتم تخصيب الاوفم البويضة هنسميها ايه هنسميها ازا يجد تمام ازا يجد ده ايت كنتونيس باسج ثرو زا فالوبيان تيوب تمام وهيوصل ليه اند ريتش زا يوترس سوي ديزل الليتر يعني بعد الفرتريزيشن هيوصل ليه اه اليوترس بعد ايه بعد ثلاثة ايام تمام تمام اه بعد كده بيقول لك ديورينج زيس تايم سيل تيكس بليس اند زا فرتريزت اوفم دفايدت اه طبعا هينقسم هيحصل له اه سيل ديفيجن هيحصل له انقسامات قلنا اتنين سيل اها بيقول بيقول لك بعد كده زين اربع بعد كده تمانية بعد كده ستاشر لغاية ايه سور وان انتل زا موريولا از فورمت لغاية ما يكون لايه الموريولا اللي هي ايه هتكتب لجنبها اتنين وتلاتين خلية تمام بعد كده بيقول لك اه اه افليويد يعني بيقول لك هيظهر لي تجريف ممنوع بالسوائل او ايه او البلاستوسيست زي ما ايه سميناه ده هيظهر فين هيظهر ان زا موريولا تمام يعني هيظهر لي طبعا في الموريولا طبعا احنا زي ما قلنا احنا قلنا ان الموريولا ديه تمام عبارة عن رشاء مليان خلايا والخلايا الجوة عاروز حاجة غزية فنجيب لها شوية فلورد من الرحم الفلورد ده هتزوج الخلايا على جنب هيببى عندي رشاء كده مليان ايه مية تمام بنسميه ايه هنسميه بلاستوسيست زي ما بيقول تمام يببى اه طبعا بلاستوسيست خلاص هو ده الجنين خلاص اللي بيتهرس فين في الرحم يببى اربع مراحل معايا هيسا لك يقول لك ايه هو الترتيب الصحي للأوفم هتقول له زي جوت ها زي ما انت شايف الترتيب ها قدامك زي جوت بلاستوميرز تمام احنا طبعا نسيت اقول لك ان اتنين واربع وثمانية وستاشر دولار كلهم ايه هنسميهم بلاستوميرز اول ما ترسل الاتين وثلاثين هنسميها ايه هنسميها موريلا تمام هنسميها موريلا بعد كلا بلاستوسيست دي اخر ايه دي اخر 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 جزء ايه اخر تطوب للا ايه للموريلا تمام اللي هو ايه بعد ما تزوج الخلايا على جنبها هيبى ايه عندي رشاء كده ملاب ميا بنسمي ايه هنسميه بلاستوسيست بعد كده بيقول لك زي ما قولنا طبعا ان الموريلا عبارة عن رشاء تمام ملاين الخلايا والخلايا اللي جوا عايزة حيات غزية فهنجيب لها ايه شوية من الرحل الفلوود دي هنزوج الخلايا على جنب زي ما بيقول لك هنا هيبى عندي ايه هيبى عندي رشاء كده مليان ميا هنسمي ايه هنسميه بلاستوسيست هنا بجا بيكلمك عن الرشاء ده يعني بيكلمك ان ايه هنجسمه هيكون لطبقتين تمام اول طبقة هنسميها زا اوطر سيل ماس دي ازا اوطر سيل ماس دي يعني ده اصل المشيمة يبى لو جالك اصل المشيمة هتقول له ده ايه ده اوطر سيل ماس تمام تمام بين قصيرين بيقول لك تروف بلاست تروف بلاست ده ايه ده يطلق عليه عن ايه هنسميه تروف بلاست بعد كده زا اينر سيل ماس ده بيكون زافيتس ده بجا اللي هيبى الايه الجنين تمام يبى الجزء الاوطر ده اعتبر ايه اصل المشيم هنسميه تروف بلاست طيب اينر سيل هنسمي ايه اه ده اللي بيصبح بعد كده ايه الفيتس هيصبح الجنين بعد كده تمام وايه بنسميه امبرو بلاست تمام تمام بعد كده بيقول لك ات ابوت زا سيفن دي افتر فرطاليزيشن او كونسيبشن يعني بيقول لك في حوالي اليوم السابع بعد الاخصاب بعد الفرطاليزيشن او بعد اسبوع يعني من بعد الفرطاليزيشن تمام هيبدأ ايه اول طبعا او الكونسيبشن هيبدأ ايه هيبدأ البلاستوسست اه هيبدأ يستقر هيستقر على ايه هيستقر على الاندومتريوم تمام ليه يعني عشان هيبدأ ايه يستعد او هيبدأ يستقر عشان ايه عشان تبدأ عملية اللي هي عملية انغراص الجنين تمام تمام بعد كده بيقول لك ان زا اوطر ايه تروفو بلاستيك آآ دي ايه الاوطر طبعا زي ما قلناها فوق اللي هي تروفو بلاست ده طبعا اه بيقول لك ان هو ان هي طبقة لازجة للغاية وتلتصق بايه بالاندومتريوم تمام بعد كده احنا طبعا جسمنا او خلينا في الاول ان الاندومترام تمام بعد انغراص الجنين هنسميها ايه هنسميها ديسيدوس تاني الاندومترام بعد انغراص الجنين او بعد اها بيقولك افطر امبلنتيشن او بعد ايه الامبلنتيشن اللي هو بعد انغراص الجنين هنسميها ايه اس كلت زاد دي سيدوس هنسميها دي سيدوس. الدي سيدوس دي بفضو هنجسمها لyeah? ل3 طبقات. زي ما جسمنا بفضو الانديومترام ل3 طبقات. تمام تمام. الطيب دي سيدوس. الدي سيدوس دي عام هنجسامها ل3 طبقات. اول طبقة معي دي سيدوس ده الجزء اللي فوق اللي اللي بيكون لي بعد كده ايه? الميمبرين. تمام? بعد كده د سيدوس باسيلس ده الجزء اللي تحت اللي هيكون اللي بعد كده الايه? تمام? بعد كده اه يعني الباسيلس تحت الايه? تمام? بعد كده عندي حاجة اسمه ده اللي ايه الجزء اللي بيبقى على الجنب. تمام? تمام. طيب اه هو كاتب ليه هنا بيقول لي ان الباسيلس ده طبعا اكثر سمكا اه او خلينا في اللواء اه في الباسيلس بيقول لك سكر اه ديب زا اه زا اوفم. يعني ده الجزء اه الجزء ده بيبقى ايه اكثر سمكة. تمام? تمام. بعد كده الكابسوليرس ده بيقول لك ان هو ايه بيبقى مضغوط وارق ايه? وجزء ايه? اه بيبقى ايه? تمام? بيبقى يعني طبقة مضغوطة. تمام? تمام. اه 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 ده طبعا اللي هو ايه بيبقى في ايه في زا ريست اوف زا يوتيريان كافيتي يعني ده الجزء اللي بيبقى في بقية اجزاء الايه الرحم ايه وبيبقى على الايه على الجنب. وبكده خلصت محاضرة النهاردة وتنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.